السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم مسامر حكيم من قناتكم كويك انجليش نوتس يا رب تكونوا فتحقوا في احسن حال معي في عشر تريكات جديدة يخصتو تلت عدادي وخاصة سؤال كوركت خليكم معي تعالى نشوف اول سؤال معي هنا بيقول ماي انكل يوزد واجاب لي الافر بريد الاهرام ويكلي اسم جريدة اسمها الاهرام ويكلي تمام يوزد هجيب بعدها تو مصدر الفعل ومعناها اعتادة ان كان متعود على عيادة بيعملها في الماضي used to read number two my uncle is used to خلي بالك هنا ان verb to be قبل يوزد تو اللي هو am او is or or was aware طبعا او الفعل get قبل يوزد تو بيخلي الفيرب اللي يجي بعد كده في ing يبقى my uncle is used to reading number three sammy used to eat sweet food but he now طبعا بعد تو في الاول خالص جايلي مصدر الفعل هو الفعل eat وبعد كده بيقول لك ولكن هو ما بيعملش كده دلوقتي يبقى ديديها تبقى does وهننفيها doesn't now number four sammy used to be afraid of dogs كان بيخاف من الكلاب but he now but he isn't now طبعا now هتخلينا نستخدم is طبعا but ولكن هتدي عكس الجملة يبقى هنين فيها يعني ما بقاش يخاف دلوقتي وطبعا الفيرب اللي انا شغال عليه له هو verb to be is هتبقى isn't number five rehab said that hala buy a new dress طبعا وانا مغمضة دي جملة متحولة من المباشر من المباشر لغير المباشر فهتبقى بوت لاني انا يعتبر انا بجيب الماضي البسيط طيب number six rehab just said وخلي بالك وجود just said بيبين ان الكلام متقل حيلا او متقل في من فترة صغيرة جدا لما الكلام يتقل من فترة صغيرة جدا يبقى انا مش هحول هخلني الزمن زي اللي ما كان في الاقواص في الاول يبقى مضارع بسيط على اصله هيبقى بعز طب ليه حطنا الله قسر عشان فيه هالة number seven the plane take off a short time ago عندي الفرب take off وعندي short time ago كلمة اجو يبقى الفرب post sample take off طبعا معناها بالعربي يقلع الطائرة تقلع يبقى الماضي بتاع take took take off تبقى took off number eight the plane ومدي الفرب fly by a clever pilot during the last flight خلي بالك طبعا لما نيجي نتكلم بالعقل الطيارة مش هتطير نفسها هي هت يعني هتتساء هتتقد هتتقد يبقى هتبقى was flown عشان انا عندي last flight جملة ماضي بسيط يبقى ماضي بسيط في passive was flown تصريف التاتمي الفرب fly fly flew flown was flown number nine who the door last night هول هو broke مين اللي كسر الباب الليلة الماضية طيب اللي بعدها هو وعندي دور و break by last night طبعا لما حطي لي باي يبقى بواسطة مين يبقى من قام بكسر الباب يبقى who was the door broken by who was the door broken by passive طبعا وحالة الماضي البسيط بكده نكون خلصنا حلقاتنا النهاردة رب اكون قدرت اقفتكم والاستفاد من الفيديو ما ينساش like share comment and subscribe to my channel ربنا يوفقكم ان شاء الله باي باي